تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوال على قناة سيفي سبورت في يوتيوب اللي بتمنى منكم تشتركوا فيها الآن حلقة اليوم عن مباراة لما أحكي عنها هتذكروا مباراة صار زيها في العالم العربي مؤخرا مباراة اتهمت زورا وبهتانا بينها سبب مقتل آلاف الناس وسميت في حرب كرة القدم تلك الحرب بسبب هذه المباراة خلينا نرجع لكأس العالم 1970 وتحديدا تصفياته لقارة أمريكا الشمالية اللي كانت تقام على شكل مجموعات ثم يتأهل رؤوس المجموعات ليلعب مع بعض ملحق ويتأهل في النهاية واحد فيهم لكأس العالم هالملحق يتأهله سلبادور وهندوراس في جهة ليلعبوا مع بعض في تلك الفترة العلاقة بين سلبادور وهندوراس كانت متوترة جدا سياسيا في سلبادور كان فيه اقطاعيين زراعيين مصيطرين على كثير أراضي هذا الشيء جعل الفلاحين الصغار يهربوا إلى الجار هندوراس منذ سنوات طويلة وبدأوا هناك يعملوا في أراضي صغيرة لهم ينتجوا منها وياكلوا ويشربوا منها لكن في هندوراس أيضا بدأت الشركات تظهر بدأت بعض الشركات الأمريكية تيجي بدأت بعض المستثمرين الأجانب يجوا ويضغطوا على الحكومة أنه وضع تعون هندور اسلبادور هدولة اللي عنا مؤلم وخطأ اقتصادية ولازم نطردهم من الأراضي ونعمل قانون إصلاح الأراضي بالنهاية حكومة هندوراس خضعت لضغط الشركات وأصدرت قانون يسمى قانون إصلاح الأراضي اللي كان بسببه لازم ينطردوا السلبادوريين من أراضيهم من جغلهم ويرجعوا على بلادهم أنا مش عم بشرع اقتصاد بشرع اقتصاد عشان نربطها برياضة بعد شوي بس للأسف القصة كتير بمتداكلة مع بعض ذهبت سلبادور لتواجه هندوراس في ملعبها وهناك الجماهير الهندوراسية زحفت طوال الليل نحو الفندق وما خلت لعبين سلبادوري ناموا في تلك الفترة في تلك المباراة كانت الصحف السلبادورية عم تنشر عن جرائب قتل واقتصاد يتعرضها السلبادوريين في هندوراس أيضا في المباراة بدأت لقاء الذهب تعادل سلبي حتى الدقيقة الأخيرة سجلت هندوراس هدف الفوز في لقاء الذهب هناك في سلبادور يقال حسب أسوسياتي دي بريس أنه فيه امرأة انتحرت انتحرت بسبب النتيجة ومش مؤكد حتى أنها انتحرت بسبب المباراة هي انتحرت في تلك اللحظة فالإعلام السلبادوري مسك هذه المرأة المنتحرة سواء بسبب كرة قدم أو غير كرة قدم حولها لشهيدة سلبادور بسبب المباراة ولعب وحولوها فعليا إلى بطل وطني مات بسبب الوطن وتم استغلال الموضوع لرفع الأدرينالين ورفع الحماسة ضد هندوراس نتيجة توترات السياسية جاء لقاء الإيهاب هندوراس راحت لسلبادور قال عسكريين من سلبادور أساسا قادوا الجماهير لفندق هندوراس مبدئيا وتحاصر فندق منتخب هندوراس طول الليل وبعض اللاعبين ما قدروا ناموا وبعض اللاعبين خافوا على حياتهم وهربوا وناموا في السفارة الهندوراسية في تلك الليلة قبل المباراة المباراة جماهير سلبادور كانت متعطشة جدا للانتقام وفازت سلبادور بثلاث أهداف مقابل لا شيء وأحد اللاعبين هندوراس إلو تصريح شهير وقتها كان الحمد لله خسرنا حافظنا على أرواحنا الآن صار فيه لازم حل وقتها ما كان فيه قاعدة الهدف قارج القواعد واحد سفر ثلاث سفر يعني متعادلين قرروا يلعبوا مباراة في أرض عادلة أرض الاثنين بتتفقوا معها سياسيا في المكسيك فذهبوا ليلعبوا في المكسيك بدونقوا البي بي سي وبتقول جمهور سلبادور كان جدا مشحون 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 لأنه كان فيه خطط في تلك الدورة لشان حرب على هندوراس لمستوى أنهم كانوا يهدفوا جرائم قتل جرائم قتل يعني بدهم جرائم وبدهم قتل بدأ اللقاء كان لقاء عنيف جدا كرويا اللعب بموت على الكرة ولا يخسر القادة الدول الاثنين كانوا مجتمعين مع المنتخبات ومفهمينهم أهمية هذه المباراة لما يسمى الكرامة الوطنية وبدأ اللقاء بين الاثنين ودخلوا بعض اللعبين واثنين اثنين في الوقت الأصلي في الوقت الإضافي اتقدم لعب من سلبادور اسمه خوزي كونتينيا إذا برفض اسمه صح سجل هدف الفوز وتأهلت سلبادور لتواجه هايتي وبعدها أخرجتها وتأهلت أيضا إلى كأس العالم في النهاية سلبادور لتشارك في كأس العالم 1970 كأس عالم شاركت فيه خسرت ثلاث مباريات اطلقت تسع هدف ما سجلتش ولا هدف إعلام سلبادور عن الموضوع انتصار وطني وتفوق للزعيم على الزعيم الآخر والنصر سياسي كبير من كرة القدم اللاعب نفسه خوزي كونتينيا اللي سجل هدف قال بعد سنوات قال أنا كل اللي عملته فوزة بمباراة كرة قدم لا إلي دخل لا بالحرب ولا بالسياسة اللي صارت حول المباراة طيب ليش سموها المباراة اللي تسمبت بالحرب ما صار شي مباراة طبيعية اللعبين لعموا مع بعض وانتهى الموضوع سميت بذلك لأنه حتى في رقاء الذهاب بعد المباراة بعد فوز هندوراس صار أحداث عنف وتعرض جمهير سلبادور لنوع من العنف فاستخدمت أيضا في الميديا السلبادورية تمهيدا لقرار يبدو كان مجهز عند القيادة هناك الموضوع كله أنه في يوم مباراة الحسب الثالثة سلبادور قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع هندوراس وأعلنت أنها لازم تصلح الأمور بإيدها بين قوسين لأنه في قتل وطرد لسلبادوريين باتجاه بلادهم يرجعوا عليها من هندوراس وهذا الشي كانت سلبادور مش جاهزت له اقتصاديا الحرب فعليا بدأت في 14 يوليو فجأة سلبادور طارت بطياراتها قصفت مطار العاصمة في هندوراس وبدأت الحرب حرب رح ضحيتها 3000 بني آدم 200 من هندوراس معظمهم مدنيين وتسعمية من سلبادور أيضا معظمهم مدنيين المباراة الثالثة صارت بأواخر يونيو 27 يونيو يعني إحنا حرفيا بنتكلم عن فترة طويلة ما فيش علاقة لكن جامعة دو عندها تقرير ودراسة على الموضوع بتقول أثبتت هذه المباراة أنه يمكن استغلال الأدرنالين والشغف اللي محيط في كرة القدم لأهداف سياسية أو أهداف 100% غير رياضية وشرحت كيف أن الجماهير ممكن ما تهتم بالسياسة أو ممكن ما بتحب الحرب لكن بتحب مباراة كرة القدم وبالتالي أنت لما تربط الناس وتشحنهم حول المباراة وتكرههم بالخصم كبلد كشعب وليس كفريق تلعب ضد كرة القدم ممكن تاخذوا الخطوة الجاي ويزقفو لك جميعهم اللي هي كانت الخطوة الحربية اللي الإعلام مهد لها بشكل مش طبيعي من أول يوم وقعوا مع بعض لآخر يوم في المباراة والاثنين عم بيستعدوا نفسيا للحرب عبر مباراة كرة القدم حرب للإعلم ما حقق الأهدافها وحرب أساءت للعلاقات بين الدولتين الجارين لسنوات طويلة وحتى اليومنا هذا في توتر حرب انعمل عليها كتب عشان يحاولوا يفسروا إن والله مباراة كرة القدم مش هي السبب إن إنسان والزعيم اللي هون والزعيم اللي هون هم السبب اللي حاولوا يستفيدوا من مباراة كرة القدم اللي ودوها لحرب مبررة أمام شعوبهم طبعا هناك وثائقيات وأفلام أخرى عن هذه الحرب ممكن تشوفوها موجودة في يوتيوب حتى كثير منها بتمنى منكم تشتركوا بقناة سيرفيسبورد كنت معكم أنا محمد عواد السلام عليكم ورحمة الله شكرا